سبحان الله وسعة رحمته والسماوات والأرض قادر أن يحل إشكال اللي كان دام 24 سنة في 24 ساعة أيها مشكورة على هذه الجملة فمذهل للموضوع لكن أنا اللي أذهلني في القصة هذه تعرف أننا نتلقى عشرات الآلاف يعني من الأشخاص أن نشوف أنه المعظلة المشتركة لدى البشر هي رفضهم لواقعهم الإنسان ما هوش قادر يقبل كل واحد حاب أكثر الفقير ما هو عاجبه حاله والغني ما هو عاجبه حاله اللي بصحته مش عاجبه حاله اللي عنده والديه مش عاجبه حاله مش عاجبينه والديه كل واحد يلقى لك السبك كيفاش يرفض الدرس والعبرة اللي علمتها لي ياسمين وعلمتها لكل مشاهدين وعلمها لي أمين سيك هي كانت متصالحة رغم تشوف يعني أحكام المجتمع وأعراف المجتمع كانت متصلحة مع الموضوع وكان عندها استعداد أنها تواجه الموضوع كان همها في القصة أنها تجد حل تبحث عن الوالدتها رغم الضغوطات اللي كانت ممكن تمارس عليها المجتمع وما خافتش أنه راجل ممكن ما يدينيش على خطر أناية مجهولة الناسب فليستعدادها هي وشجاعتها جبلها ربي وكرمها براجل شجاع كيما هي وقف معها وين ربي سبحانه وتعالى وين حبي كفاءهم في 24 ساعة علاش لأنه الاستعداد على الإنسان أنه يتصالح مع حياته ويتقبلها كيما راها يرضى ويسعى فجاهم الحل وكأنه من سابع سماوات يعني تسمع لهم الله سبحانه وتعالى واستجاب لها وقصة مؤثرة جدا وعبرة فيعطيكم الصحة ياسمين يعطيكم الصحة آمين ما تقنطوش ممكن هذا الحلت على السكن الآن نرى هو يبدأ لك حاجة كبيرة تم اشوفوا على وجه جستو أربي سبحانوا ما نريحش أعليس نجل نبقى نخمم عزيزنا نبقى شفا لاش ما عنديش كشوت ما عنديش منزل كا يعني نحب الباب ندخل نحب نخرج نخرج دايما نبقى نقول دقيقات يجي دكتقلي ما نريحش كاع أعليس في مخي لازم لي لازم لي شوت باش نفكر ونخمم باش نخدم حوايج واحد اخرى سكنا ما خلت ليش قعل وقتها انني معك امين هيكي نشوفوها بالمنطق ونشوفو يعني وضع المجتمع ونشوفوها تبان صعيبة الموضوع لكن انا نقول لك انا انا متيقنا في الموضوع انت رجل ووقفت يعني وتحديت المجتمع ويعني كانت الفاتورة غالية اتوقع يعني نظرات المجتمع انتقادات المجتمع احكام المجتمع والحق لهذا الحل فاكيد انه ربي سبحانه وتعالى رح يكرمكم على التضحيات اللي قدمتوها على التصالح الدروس والعبرة اللي قدمتوها للمجتمع فان شاء الله ربي يفرح قلوبكم ويجمعكم في بيت واسع ان شاء الله شكرا استاذ ناول وكيما قلت لك ربي ان شاء الله ما يخليكمش والناس تانيت ما يخليكمش لانه انا اعدو اكرر انه نحن يعني هناك مسئولية جماعية في المجتمع هي المحافظة على بعضنا البعض المحافظة على المواطنين فمن يستطيع ان يساعد الاخ امين وزوجته وعائلته في الحصول على سكن في بلدية شرشال نحن ندعوه الى التواصل معنا او الى تعجيل هذه الخدمة استدى نبيلا واضحي المحامية الكريمة استمعتي الى قصة انا لا اطلب رأيك كمحامية لانه رأيك كمحامية سنستمع اليه بعد قليل في قضية عبدالرزاق ولكن رأيك كمشاهدة في هذا القصة فعلا تأثرت بزاف بالقصة والحمد لله الف مبروك يعني نقولوا انه الله سبحانه وتعالى اذا اعطى ادهج يعني نشوفوا انه بحصة تليفزيونية في 24 ساعة القاتل والدة تحا الحمد لله ومن كانت انسانة مجهولة النسب الى انسانة يعني الحمد لله ربي رزقك بزوجه رزقك بعائلة سمعتها تقول عجوز دياليت وهذا شي عجوزتها رائعة عجوزتها جاءت معاها يعني ما شاء الله يعني هذه قدوة لكل عائلات الجزائرية حتى الزوج المحترم ان شاء الله ربي يزيد يجمعهم في سكن بيتانا ما نقدرش ما نطيش رأيكة محامية الله غير لانه سمعت الجريمات على اختطاف نشوفوا انه الحمد لله المشرع الجزائري ولا صارم في التعديلات الجديدة ولا صارم فيما يخص جريمة الاختطاف لانه حتى وصلت للعقوبات حتى للمؤبد وللإعدام لما يقترن الاختطاف بأمور أخرى علاش نشوفوا هايلي كحرموا طفلة طفلة بأهلها بيماها بباها بالعيلة بأسمها رجعوها عاشت 24 سنة كطفلة مجهولة النسب والحمد لله انقضها الزوج ديالها وكونة أسرة يعني كانت قادرة حيتها كامل ضيع على جهة الجريمة هذه بالتالي يعني نقولوا الحمد لله للقوانين كين أمور يرام يشدد فيها القانون وذلك نشوفوا علاش العبرة لماذا وللأمانة فقط هي ياسمين ياسمين وأمين يعني حكاوا أشياء شابة يعني كما يقولوا أشياء جميلة ولكن الأهوال التي مرت على ياسمين وعلى أمين هي أهوال فضيعة جدا ما كانوش يعرفوا بعضاهم ولكن الأهوال اللي عاشتها ياسمين في منزلها الأول يعني كارثية يعني أنا محبيتش تهضر عليها الآن لأنه عندها بنت ولكن هذا لا يعني أن المتسببين في مأساتها يبقوا بدون بدون حساب شكرا لك